ولاية البويرة واحدة من الولايات الرائدة في إنتاج شعبة البطاطة حيث عرفت هذه الشعبة إنتاجاً وفيراً هذه السنة قاب له مشكلة تسويق الذي يهدد المنتوجة بالتلف وراء ندرنا نداء الوزارة الفلاحة ركاين هذا العام إنتاج وافير لغلب السوق لغلب تلبية السوق وراء جاءت وزارة الفلاحة سمانة لفتد دخلت ودرنا حوار معها وقالتنا أن ندخل الفلاحة راء في خسائر كبيرة ولما دخلتش وزارة الفلاحة راء مكياش ليعاود البطاطة من بعض الفلاحين تأتي البويرة أو الفلاحين من تجي البطاطة على المستوى الوطني تكون من انخفاض الأسعار تحت هذا المنتوج ومن كانت هناك بعض الانشغالات تحت الفلاحين ونحن كنا بالطبع بطبيعة الحال عقدنا عدة اجتماعات سواء المستوى المحلي على مستوى الوطني ونجتنا لجنة وزارية الوزارة من جهتها اتخذت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الفلاحين ونقل المنتوج وتفادي كساده وتلفه على غرار بعض المناطق التي عرفت بداية تلف كميات من البطاطة أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها هو تفعيل تفعيل جهاز تخزين البطاطة في إطار السيرباراك وين لوني لاو دارت برنامج أنها تباشر في عملية تخزين البطاطة عند الفلاحين اللي عندهم قدرات التخزين إنتاج المقدر المخزن لحد الآن حوالي 16 ألف هكتار خاصة في منطقة عين بساهمين لحظة كثافة الإنتاج تحويل المنتوج من المناطق الشمالية والوطن إلى المناطق الجنوبية قرارات الوزارة أفضت إلى دعم غرف التبريد من أجل تخزين المنتوج إضافة إلى إبرام شراكة من أجل نقل الفائذ منه إلى الولايات الجنوبية لتفادي المزيد من الخصائر التي يتكبدها الفلاحون